حياكم الله مشاهدين ضيفة فقلتنا الأخيرة نشأت وسط عائلة مثقفة تحب القراءة والفن والسينما وذلك ما جعلها تعشق الروايات والكتابة بدأت الكتابة فعليا من خلال عملها في مؤسسة شبه حكومية بكتابة الأخبار الصحفية الصادرة عنها ثم قررت أنها تخوض مجال الرواية فكانت أول إصداراتها الأدبية هي حجر ورقة مقص اليوم نصديف الكاتبة الإماراتية لميس يوسف حياة الله لميس مرحبا نريم شكرا للإستضافة الكتابة يمكن هي مخزون مخزون كل اللي أنت جمعتيه في الذاكرة كل اللي أنت جمعتيه في اللاوعي من كنت صغيرة أنا دوم أقول شيء الكتابة هي مخزون كل اللي أنت ما شاهدتي كل ما عايشتي حتى الأفلام اللي نشوفها القصص اللي نقرأها قصص الجيران قصص الحي قصص العائلة كلها تكون مخزون ثقافي تطلق الكاتب شو اللي أطلق لميس يوسف ككاتبة لو لوالدتي أنا أساسا ما كتبت يعني من يوم أنا صغيرة عودتني على القراءة عودتني على السينما عودتني على حب الفن يعني أنا قبل ما أقرأ شيء أو هي حتى تقراني فتعلقت وايد بمكتبتها وحتى مكتبة الوالد يعني مكتبتهم كانت زاخرة بكل الأصدارات الأدبية المصرية أحسان عبدالقدوس نجيب محفوظ دواوي شعر الوالد بدر شاكر السياب وغيرها فكنت يعني حتى لو مثلا أشياء أحسنها أكبر من عمري فتغذيت على دعمك تغذيت عليها وبعد كنت يعني فيه أشياء كنت أتصفحها حتى لو كبيرة علي بس كنت أتصفحها وأخذ فكرة عنها أمي خلتني أعشك كل الأصدارات المصرية وكذلك العالمية كانت تشتري لي كل الأصدارات المبسطة كنت تقرأيها مترجمة كنت أقرأها مترجمة بالضبط مثلا خلتني أعشك تشارلز ديكنز كانت تشتري لي كتب مبسطة مختصرة للأطفال مختصرة للروايات طبعا لأنها وعيدة طويلة نعم فب يعني من كثير ما كنت أقرأ صار عني مخزون مثل ما قلتي وبعد هذا أعشكت الكتابة نعم متى بدايت تكتبين لميز؟ بداية الرواية الرواية وانا صغيرة كنت أسرت بعض القصص حق والدي الله يحفظه وكان يسمعني كنت أقول له قصص عن الحيوانات كنت أألف القصص وكان يسمعني ويستانس علي وبعد ما كبرت شوي بديت أكتب مواضيع التعبير القصص حق أخواني فأخواني تساعدينهم نعم بالضبط أخواني كانوا في مدارس خاصة وأنا الوحيدة في مدرسة حكومية فكانت لغتي العربية أقوى منهم فكانوا يستعينون فيني وكنت أستمتع بكتابة القصص وأتفنن فيها وبعدها فكرت أن أكتب رواية وبديت بحجر ورقة مقص ولازمنا مستمرين حجر ورقة مقص كانت في عام 2014 2014 بالضبط طبعا حصتت نجاح كبير لميس بشهادة الجميع أنا سمعت وعيد عن هذه الرواية إلى الآن ما قرأتها للأسف لكن سمعت وعيد عن حجر ورقة مقص الرواية طبعا تحتاج لميس قبل أن أدخل في الرواية نفسها الرواية دائما تحتاج إلى بحث طويل بالضبط الكاتب يحس أنه مواجب عليه أنه يبحث في المجال اللي بيكتف فيه وفي عدة مجالات مرتبطة في المجال اللي هو أساسا بيكتف فيه أنت كتبت عن الفلسفة وفي الرواية فيه تنظير وايد تكلمت عن الثقافة الهندية والفلسفة الهندية وهذا بحث آخر يعني نعم كيف قدرت أن أنت تبحثين وأين بحثت لميس قبل أن تبدين في الرواية بصراحة ما كانه يعني بحث عميق أنا أول ما بدأت أكتب الرواية هذه بالذات كنت حاطة بالبالي أن أنا أسويها رواية صاخرة نوعا ما ولكن يعني ما مش هالموضوع ما غيرت رايي يعني الموضوع ما يستحمل سخرية حاولت أشوف الكتاب الكبار اللي هم نسيت أساميهم الفلسفة الهندية اللي عندهم كتب مترجمة بالانجليزي أو بالعربي فكنت أحاول أشوف عن شو يكتبون فمعظمهم كلهم إنهم بتحققون أمنياتكم أصبروا يعني فحاولت أخذ هاي الفكرة العامة وأخلي الفتيات أو النساء اللي في الرواية يمشون عليها فبشوف لين يوصلون لو إحنا طبقنا هذه المواضيع وهذه الفلسفة اللي الهند يحطونها في كتبهم بثنا ويؤمنون فيها وطبقتيها في حجر ورقة بضب ميقص نعم أوش لش اخترتي عنوان حجر ورقة ميقص والله هو الناشر اللي اختار لي الناشر اللي اختار كتاب الاسم في البداية شخصية الرئيسية اسمها دبي فكان اسم الرواية قبل مذكرات إمرأة اسمها دبي ولكن الكثير قالوا لي ممكن ينفهم الموضوع غلط فهو اختار لي عنوان الرواية عساس أن الموضوع اللي صاف الرواية مثل اللعبة وهو الفلسوف تحدى النساء الإماراتيات أنهم يسعون خلف أمنياتهم بكل الطرق فكان الموضوع مثل اللعبة مثل حجر ورقة ميقص بالضبط حلو الاسم الآن طبعا يمكن هذه الرواية أنت حصتي نجاحها لميس وشفتي يعني من 2014 إلى اليوم نحن في 2017 ما ردود الفعليت أول ما أصدرت الرواية صراحة ردود الفعل جدا إيجابية أنا أول ما أصدرتها أو سوري أول ما رسلت دار كتاب عشان أنشر الرواية كلموني وقالوا لي روايتك استثنائية ولكن هل أنت مستعدل كل الهجوم اللي بيتش فقلت لهم ليش يعني أنا ما أشوف منها ما أتوقعتي يعني ما أشوف أن الرواية تستحمل أي هجوم فقالوا لي أنت تكتبين بطريقة مختلفة أنت شوي جريئة يعني توقعي الهجوم اللي بيج عقوة أصدرت الرواية كنت عايشة حالة ترقب وخوف أن كل يوم أفتح الإنترنت في القود ريدز أو في الإستغرام أشوف شو كاتبين عني ولكن الحمد لله أقدر أقول أني 80% 75% الردود كلها إيجابية 20% يدني ردود سببية لا أصدرت ردود سببية مثل باقي الكتاب يعني الرواية اللي ما تصير جدل ما تصير تساؤلات ما أعتبرها رواية ناجحة كتبتي قصة ثلاث نساء إماراتيات طبعا يمكن كل واحدة لها قصتها الخاصة أساسا وبعدها طبعا ذكرتي مثل ما ذكرتي لميز أن تعرفوا على فيلسوف هندي وبالتالي طبعا هو خلاهم موضوع كتابة نعم اليديد وحاولوا أن يحققون أمنياتهم نعم كل واحدة شو كانت أمنياتها هل تحققت هذه الأمنيات كيف مشت الرواية لميز للنهاية هم ثلاث شخصيات اللي هي الشخصية الرئيسية دبي اللي هي من بيئة شوية منفتحة مثقفة عندي عوشة اللي هي من شخصي يعني شخصي يعني عائلة ثرية الشخصية الثالثة هيلة الشخصية وسط يعني من العائلة متوسطة هم يوم يعني خبروا والفيلسوفوا بأمنياتهم اختاروا أمنيات بسيطة أو أول ما خطر بالهم يعني ما كانت وحدة قالت أبا أتزوج مثلا أتزوج واحد أحبه وحدة قالت أبا مثلا أنا أستيوم وذيعة وحدة قالت يعني أمنيات حتى جدا بسيطة ولكن الصراع اللي صراع السعي خلف الأمنيات ما كان سهل يعني أمنياتهم كانت سهلة جدا أول ما خطر عبالها أول ما خطر عبال قالوا بنات نساءة شو نقول الآن يعني يمكن لميز أنت حبيت تواصلين أكثر من رسالة من خلال هذه الرواية اللي خلنا نقول البنات نعم لبنات جنس الأميس نعم شو اللي أنت حبيت تقولينا أنا في الغالب ما أحب أجاهبها استوال أحب القارئ هو اللي يكتشف من خلال الرواية أنا شو أبا أقول ولكن بشكل عام أقدر أقولك أن أنا يعني كل أمنية في هذه الدنيا حتى لو الواحد ما حققها ممكن أنها تطلع أمنية ثانية الحياة جميلة سواء حققنا أمنياتنا أو ما حققناها يعني رحلة السعي خلف الأمنيات ما تنتهي أنا هذا اللي كتبها لميز كتبتي في الرواية يمكن أحاديث الدور بين البنات فعلا نعم في مجتمعنا كلنا سمعنا هذه الأحاديث وكلنا دارت بيننا هذه الأحاديث لكن في مجتمعنا في قيود معينة نعم ترفض أن نكتب بهذا الأسلوب أو أن تذكر مثل هذه الأحاديث في الكتب نعم أو على العلن مباشرة ما خفتي؟ تبيني الصراحة أبدا ما خفت يعني أنا من يومنا صغيرة يعني أقرأ حق كل الكتاب العرب صح يوم يدقى أكتب كتابة بنفس الطريقة كتابات نجيب بحفظ جريئة جدا بالضبط نفس حوارات يعني الجمال في الرواية أن تكتبين الحوار مثل ما تسمعينه مثلا تسمعين صديقاتش يتكلمون بحوار عقوي جزء بأريحية وجميل وتحسين يعني تحسين بروح المكان مثلا في ناس وايد مثلا من السعودية من سوريا قرأوا كتابي قالوا لي حسين بروح دبي شمينا ريحة الدخول من الحوارات يعني هذا الشيء أنا براية أنا بواصل الكتابة بهذه الطريقة نعم نعم قلنا نتكلم عن الرواية الثانية وهي ملابس بيضاء في القدر وهي الرواية في القدر في القدر في القدر نعم ملابس بيضاء في القدر نعم أنت بشكلتنها في القدر أنا اللي ما تشف هذه الرواية هي الأحدث لميس في العام الماضي 2016 صدرت هذه الرواية ملابس بيضاء في القدر هي طبعا المولود الثاني المولود الثاني خلنا نقول لي لميس وبالتأكيد تجربة مختلفة تماما عن حجر ورقة مقص نعم بشو اختلفت التجربة الثانية أو المولود الثاني بشو اختلف على المولود الأول حاولت أن أنا أجمع كل النقد اللي يعني من روايتي الأولى وأطور نفسي حلو أتوقع أن الرواية الثانية أنضج من ناحية الأسلوب الفكرة الحبكة الشخصيات وأتوقع حتى اللغة مختلفة تماما بشو اختلفت لميس اختلفت في اللغة أكثر شي لأن يعني من فترة حتى التقيت مع ناقد وقال لي اختلفت اللغة تماما استوات أنضج حتى الموضوع اللي اخترت اخترت موضوع متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه هذا المرض معروف أكثر في العالم الغربي ولكن منتشر عندنا هنا وفي ناس كثيرين ما يعفون أن أطفالهم عندهم هذا المرض صحيح بفعل فتكلمت عن هذه المتلازمة في رواية ملابس بيضاء في القدر طبعا حتى هذه المتلازمة فرط النشاط اللي تكلمتي عنها لميس في الرواية بعد تحتاج إلى بحث مطول حتى أنت تعرفين ربما مراحل النمو هذه الشخصية لأن أنت عندتش شخصية أساسا إحدى الشخصيات ضاعت في لندن من صغرتها وبالتالي تم البحث عنها من قبل إخوتها في الكبر صحيح أو هو ولد أعتقد ولد الإضاءة صحيح وبعدين خواته اللي تموا يبحثون عنها في لندن وهم أيضا مصابين بنفس المتلازمة فأنتي محتاجة تعرفين حتى مراحل نمو وتطور المصابين بهذه المتلازمة لميس صحيح كيف سويتها في البداية أتتخليني أقولك الفكرة اللي منها استوحيت الرواية كنا مسافرين إلى مدينة لندن وكان وحدة من الأهل عندها طفل مصاب بهذه المتلازمة فهذا الطفل قرر أنه يشرد شرد عنه وروح واختفى نصف ساعة 45 دقيقة وما حصلنا وهو في الأساس كان يمزح هو لأنه فيه فرط نشاط هو ما يقدر يتحكم في نفسه أحيانا فكلنا خفنا عليه وتمينا نفكر هذا هو الولد للأبد لوضاع أكثر من الساعة شو كان بيستوي فلفت نظري هذا الطفل الصراحة وتميت أسأل أمها عنها وشو تسوينوا يا شو قصته وبعدها بدأت أبحث دعمت هذه الفكرة بالكثير من المشاهدة للأفلام الوثائقية اللي تتكلم عن هذا المرض عشان أعرف الأطفال هم الصغار يوم يكبرون شو بيستوي فيهم وكذلك تكلمت مع دكتورة طبيبة نفسية وتكلمت كذلك مع معالج وظيفي لأن هذه الأطفال بعد يشوفون معالجين وظيفيين صحيح صحيح فجمعت كل هذه الأفكار ودعمت فيها فكرة الرواية حلو يعني جمعتي مخزون نحن نقول عن هذه المتلازمة ومن بعدها طبعا بديتي تكتبين الرواية نحن نتكلم عن ملابس بيضاء في القدر لكن بعد هذا الفاصل ملابس بيضاء في القدر اللي أنا غلط فيه في البداية اللي اسم قلت في القدر الاسم غريب نوعا ما ويمكن شوية يسمع قصة الرواية أو مضمون الرواية بشكل عام والعنوان يقول مو بمرتبطين ببعض العنوان جدا مرتبط في الرواية لأن الطفل اللي شرد من منزل والده في مدينة لندن هذا الطفل اتخلت عنه والدته وهو صغير فتربى في كنف جدته وعماته ولكن عماته عندهم وسواس النظافة فكانوا من كثر خوفهم من القذارة أو الدنس كانوا يطبخون ملابس الذكور اللي لونها أبيض في ماء مغلي عشان يتأكدون أن الملابس بيضة فالشخصيات هذه كان عندها وسواس وهذين الأطفال كانوا النقيب تماما أطفال فوضويين أفويين قدرين فصار صراع بين الجزء الأول من العائلة والجزء الثاني من العائلة نعم فهذا هو سبب التسمية الآن نأتي للقصة اللي تتحدث لميس عن قصة أو مستوحة من قصة عائلة أو ولد أنت شفتي عندها متلازمة فرط النشاط كيف وظفتي هالقصة في الرواية في ملابس بيضاء في القدر وشو هي قصة الرواية بالتحديد؟ لأن الموضوع يعني يتكلم عن متلازمة ومرض نفسي نوعا ما لا أعرف إذا ممكن أقول عنها مرض نفسي فما بغيت موضوع الرواية يكون ممل شوية فالحبكة الرئيسية دور حول الطفل الطفل اسمه برحي كان مسافر مع عائلته مع أخواته وعائلته إلى مدينة لندن نقضينا الإجازة في منزل العائلة الصيفي في منزل الجد الصيفي في يوم من الأيام والأطفال يلعبون أحد قرر أنه يشرد يشرد يهرب من منزل العائلة وما حصلوه وكبروا الأطفال ويأست العائلة أنها تحصل هذا الطفل وبعد ما يكبرون خواته في شيء معين ذكرهم بهذا الموضوع لأن هذه الأطفال أحيانا يكون لديهم مشاكل في الذاكرة ففي حادثة صارت ذكرتهم بشيء تفصيل معين صار في يوم الحادثي أو يوم الهرب فمن بعد هذا الشيء الصغير أو الشرارة الصغيرة بدأت تطلع ذكريات زيادة عن هذه الليلة فبدأوا يبحثون هالفتيات عن أخوهم متحدين المتلازمة ومتحدين المرض الذي فيهم جميل وفي نهاية الرواية إن شاء الله نهايتها سعيدة نهايتها سعيدة إن شاء الله يعني يمكن أنت كنت تحلمين أن تكون حجر ورقة مقاص رواية ساخرة نوعا ما وظفتها الشيء في الرواية الثانية لا الرواية الثانية لا أبدا الرواية الأولى فيها يعني حتى اللي قروها قالوا لي فيه أجزاء وايض ضحكتنا يعني اعتقدنا أنها ممكن يعني تكمل أن تستوي ساخرة بس لا فيها أجوانب جدا حزينة بس الرواية الثانية لا جدا يعني دراما ما فيها يعني ما فيها كوميديا دراما القصة حزينة يعني ما يمكن ما في مجال للسخرية أنها تضمن هذه الرواية لاحظت لميز كذلك أيضا أن الرواية أقصر من الرواية الأولى نعم ليش الرواية الأولى بعد كانت أكبر لا ما تعمت ولا الرواية الأولى بعد كانت أكبر ولكن دار النشر طلبت أني أنا أختصرها الرواية الأولى تتكلم عن حياة ثلاث شخصيات فشي طبيعي أنها تكون كبيرة يعني نتجنها عن ثلاث روايات بس الرواية الثانية لا يعني عن عائلة فما يستحمل أن أنا أكبر حجم الرواية والموضوع جدا يعني دسم أو موضوع مكثف موضوع المرض فما بغيتي يطول عساس أن القراء ما يمنلون الميس اليوم يعني قبل كانوا كنا نقرأ كتب عادي يعني أكثر من 600 صفحة عادي يعني كنا نشوف أن هذا شيء جميل وممكن الواحد يكمل الرواية اليوم لا أصبحوا شوي الشباب القراء يطلبون أن تتقلص صفحات الروايات حتى أن الرواية اللي اليوم تعتبر 600 أو 500 صفحة تعتبر كبيرة ما كانت شي قبل بالضبط فهذا السبب يعني يمكن خلال الكتاب شوي يقلصون في الروايات أو حتى يمكن في أفكار الكاتب اللي تطلع دائما في الرواية أصبحت اليوم متقلصة يضعيكم هالشي كتاب يحد من حريتكم يمكن في السابق أنا كان يضايجني بس الحين لا ما عادي يضايجي أنا عندي أكتب رواية قصيرة والناس تقراها أفضل من أن أكتب رواية كبيرة وتم يعني في المكتبات ولا أحد يفكر أنه يشتريها لأن الحجم يخوف وخاصة في زمننا الحين الزمن سناب شات وزمن إنستجرام حتى محبين القراءة يجاهدون عشان يحصلون وقت يقرون فيه صح بالفهم يعني أنا شخصيا من محبين القراءة ما عندي ما عندي مانع أقرأ كتاب 600 صفحة إذا الكاتب أحبه لكن للأسف الوقت ما في وقت يعني الوقت بالفهم ما في وقت يعني أحيانا نحط الكتاب يعني عادي أخلصه في شهر بينما في السابق عادي كنت أخلصه مثلا في يومين ثلاثة صح أنا شخصيا بعد كتاب في شهر أخلصه صح يقدر يوظف أفكاره سواء في كتاب من 500 صفحة أو حتى من 200 صفحة يعتمد على براعة الكاتب صح اليوم لميز طبعا صار عندنا حركة النشر ما شاء الله في الإمارات وايد طورت حركة النشر عندنا في الإمارات في دعم كبير للكتاب الإماراتيين بنات أو شباب كذلك أيضا دور النشر بمقصرة اتحاد الكتاب بمقصرة يعني فيه وايد ممكن عندنا معارض الكتاب كم تسوي طبعا اللي موجودة الحمد لله من أكبر معارض الكتاب في العالم اللي موجودة في الدولة هذا الشيء كله أثر على حركة الكتابة في الإمارات خلى إصدارات وايد تظهر للعلن يمكن ما كانت مستحيل كانت تطلع للعلن قبل هذا الشيء أنت تشوفينه لميز لين وصل الكاتب أو الكاتبة الإماراتية شو اللي عطال الكاتب أو الكاتبة الإماراتية أتوقع في السابق لو كنتي مثلا لو أسألتك في السابق قبل عشر سنوات منو كاتبتك الإماراتية المفضلة شو كنتي بتجاوبيني ما فيه صح صح ولا لا منو كاتبتك المفضل أو الروائي المفضل عندك ما فيه يعني أتوقع هالجواب كافي يعني في السابق منو كان عندنا يعني حتى لو كان فيه منو يعرفهم كانت صعب النشر لميز قبل مو معنات أنه ما كان فيه كتاب لا كان فيه بس هذا السؤال بس أنت تعلمت يعني شو الفادي يكون عندنا كتاب ويكتبون ويكتبون كتابات جدا جميلة بس ما أحد يسمع عنهم معظم الكتاب في السابق كانوا يتجون إلى لبنان أو إلى مصر صح وحتى الكتب ما كانت توصلنا وما كنا يعني بالصدفة كنا نسمع عنهم يعني يعني أنا شخصيا في كتاب كان يكتبون وحتى النشر في الخارج كان أصعب وصابقا كان أصعب يعني كان في الدول العربية نتكلم عنها نعم بالضبط ويعني ما كان في أتوقع كان فيها ذاك الاهتمام حتى لو كان عندنا كتاب مبدعين أنا يعني فيه كتاب ما سمعت عنهم إلا إلا بعد عشرين بالضبط يعني عندك الكاتب الكبير علي أبو الريش من كم سنة يكتب أنا للأسف يعني أن أنا ما عرفت إلا من خمس سنوات ست سنوات للأسف يعني من سوء حظي أن أنا ما عرفت يعني ويوم قريت لك يا الله معقول لدينا كتاب بهذا المستوى ونحنا ما نعرف عنهم صحيح فدور النشر المحلية هي لأعادة إحياء الكتابات القديمة كذلك صحيح مو بس الكتابات الريديدة حتى الكتابات القديمة وجود معارض الكتب اليوم مثل معارض شركة الدولة للكتاب معارض أبو ظبي كذلك أيضا الكتاب خل الكاتب الإماراتي يحتك بكتاب يمكن لم يكننا نتخيل أن نشوفهم من قبل كتاب يمكن كانوا قدوة ما بس للكتش ككاتبة لا حتى لي كقارئة يمكن كانوا قدوة ما تكلم بس عن كتاب عرب حتى كتاب الأجانب كذلك أيضا هذا الاحتكاك يمكن أنتوا أكثر دراية بهذا الاحتكاك يعطيناه عما فخر واعتزاز أكيد بالنفس بأن اليوم أنا وصلت وأصبحت كاتبة وكذلك أيضا يعطيني الفرصة أن أنا أعرض تبجربتي على الكتاب بس هذا ريم فيه كذلك شيء وايد مهمة وجانب جدا مهم هنا الاحتكاك يخليك تتأثرين بهذه الكتاب تبين تستويين مثلهم تبين تطورين من نفسك تبين تطلعين أكثر على تجربتهم شو اللي وصلهم لهذه المكانة شو القراءات اللي قروها شو الفكر اللي يمتلكونه صحيح نعم عموما لميس يعني كان اللقاء حلو أنا طبعا خلاص يقول لي اختمي شكرا مشكرا مشكرا لقاء كان بيودنا بالتأكيد نتكلم أكثر عن الروايات الموجودة وعن المشاريع القادمة بس إن شاء الله نترى الرواية الثالثة شكرا أو المولودة الثالثة للميس يوسف وموفق إن شاء الله يا لميس مشكورة ريم شكرا جزيلا على اللقاء نعم فولا بحيث شكرا إذا مشاهدين وصلنا الختام أمسيتنا لهذا اليوم تصبحنا لها الف خير